مقطعنا يا شباب رح نتحدث في عن اشي قبل شوية صار مقطع شوية ما رح يكون فيه مونتاج مجرد حب اني نزل مقطع جدا بشكل سريع الموضوع اللي هو عن عبدالله النعيمي اوكي بالبداية شن القصة طبعا حاليا الساعة 12 ولكن صارت مبارة الساعة بالخمسة ونص كاملة المبارة لمنتخب البحرين ومنتخب العلاقي عبدالله النعيمي نزل مقطع طبعا مش هذا المقطع نزل مقطع واللي هو كان عن ردة فعله بين منتخب العراقي ومنتخب القطر المقطع حصل على ديسلايكات جدا عالي لانه صراحة المقطع كان فيه كمية استهزاء بشكل مطبيع المقطع حصل 18 ألف ديسلايك وما زال يادوب 3-4 ساعات مجرد المقطع نازل وجدا يعني شعب العراقي جدا حزين او منقدر نقول جدا متصايق من هذا الشي اللي جايش يصير من عبدالله النعيمي واكثر من شعب كمان الضامن ويالمنتخب ويالشعب العراقي ضد عبدالله النعيمي طبعا اش كل هذا اللي شفته بالمقطع اللي هو نزله اشي ولكن اشي نزله بالتويتر اشي ثاني جدا مخرف اكثر بس حبا اوش يقول يعني شي مهم واللي هو الهدف من بطولة اساس الخليجي واللي هي توحيد الخليج من اجل انه ما يطير فيه مشاكل بين الشعوب تضامنه من هالكلام ولكن بالنهاية قناة عبدالله النعيم تعتبر واحدة من اكبر القنوات الكرويه اذا ما كانت اكبرها اكبر غلط يعني اتصرف هذا الشخص انه يسوي متل نقول فتنة بين الشعبين حاليا قاعد اشوف الكومنتات بالتويتر عنده مشاكل مضاربات بين الشعب البحريني وحتى السعودي كمان متضامنه شوية والشعب البحريني ضد الشعب العراقي وبعض الشعوب العربية الواقفة المهم يعني مشكلة صراحة للاسف مثل ما شايفين حاليا قبل ثمان دقائق يعني المباراة الخاصاني تقريبا من الساعة سبعة او سبعة ونصف صار حاليا فوق الاربع خمس ساعات المباراة الخاصاني وما زال الى الان ينزل التويتر او تغريدات ويطقطق فيها نقدر نقول عن المنتخب العراقي متل ما شايفين حاليا مياو اللي هو جاي يستهزئ هذا المقطع كمان برا وما عبارة شو الشي صراحة جدا ما توقعته صراحة معبدال النعيبي خاصة انه هو اكثر يعني متابعين يا عراقيين يا سعوديين فا يعني ممكن اكثر ثاني شعب يتابعه هو العراقيين فا للأسف يعني اوكي صح ممكن انه هو بنهاية لازم يفرح منتخبات اهل وهيك ولكن هو شخص مشهور فلما يكون مشهور لازم يكون يعرف انه له حدود مش مش اي كاي شخص اصلا ممكن انا او اي واحد فيكم حاليا لما نفوذ منتخبه يقدر يفرح يتقدر على المنتخبات الثانية ولكن لما يكون مشهور احس هذا الشي غلط لانه هذا الشي ممكن يسبب مشاكل بين الشعوب خاصة انه هو يعتبر مثل اه يعني كلمته مسموعة بالنسبة للناس يعني وشوفو هون وضعنا مع وضع نعيمي يتسألون ايش احبو ما يعني قريبا من وقت انتهاء المباراة وهو ينزل اه تغريدات شي على على القطر وشي على انتخب العراقي حتى هون شوفو اللي عنده خياس خليه له زين يعني معطيكم وجه في تويتر شي للاسف صراحة ما اتوقعت من عبدالله نعيمي وصراحة من اكتر اليوتيوبر كنت تتابعه وكان يجب لي مقاطعه استهزاء بشكل جدا كبير هون على السود الرافدين فحاطه بالمقطع فبس حبيت اني وضح هذا الشي بتمنى من عبدالله نعيمي انه يعتذر او يحذف المقطع تبع ردة تفعل ويحذف التغريدات وينزل تغريدة يعتذر فيها بس يا شواب هذا كل مقطعنا اليوم باللقاء اشتركوا في القناة